بسم الله الرحمن الرحيم نزولا عند رغبة عدد كبير من تلاميذ الذين يجدون صعوبة كبيرة في الولوج إلى الأقسام الافتراضية الخاصة بدروس التعم التي تقدمها منتدية فورباك يسعدنا أن نقدم لكم هذا الدرس المصور الذي يشرح خطوات الولوج إلى الأقسام الافتراضية الخطوة الأولى عزيزي التلميذ هي الدخول إلى موقع فورباك www.forbac.net طبيعة الحال هذه هي الخطوة الأولى بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي البحث عن قسم أو منتدى دروس الدعم إذا لاحظوا معي أعزائنا التلميذ هذا هو منتدى دروس الدعم إذن يكفي فقط الدخول إلى هذا المنتدى بهدف تعرف على الحصص التي برمجتها فورباك هذا الأسبوع لفائدة التلميذ إذن ستجدون أعزائي التلميذ مجموعة من الحصص بما فيها الحصص التي سبق وأن تم تقديمها إذن ستجدون أبرز الحصص التي تمت برمجتها خلال هذا الأسبوع حصة الدعم في العلم الطبيعي حصة الدعم في الرياضيات تماري الهندسة الفضائية إذن يكفي فقط أن ندخل مثلا إلى حصة الفلسفة إذن أعزائي التلميذ سوف ندخلوا إلى هذا القسم طبيعة الحال لكي نرى الرابط الذي من خلاله ممكن أننا لتحقوا بالأقسام الافتراضية إذن هذا هو الرابط إذن ستجدون على هذا الرابط هذا وطبيعة الحال ندخلوا إلى موقع With Arc وهو موقع يقدم يعني يتم الاعتماد على تقنية التدريس عن بعد إذن ستلاحظوا معي بأن عدد التلميذ المسجدين في هذه الحصة 58 تلميذ إذن يكفي فقط للدخول لهذا القسم والتسجيل أيضا في هذه الحصة أننا نكليكيه على هذا جوان ديس كلاس وبطبيعة الحال ممكن أننا ندخلوا عن طريق فيسبوك دينا بطبيعة الحال إذن دون الحاجة إلى التسجيل في الموقع يكفي فقط الدخول عن طريق فيسبوك إذن الخطوة جد سهلة عزائي التلميذ إذن هذه هي المرحلة الأولى والمرحلة التالية أيضا هي لانش كلاس إذن هذه طبيعة الحال كنكليكي عليها من لك تبدأ الحصة إذن سنشوفه معايا بأنه الآن ما غاديش ندخلوا الحصة لأن الحصة ما غاديت نتوق إلا حتى الساعة التاسعة ليلا وبالتالي ستلاحظوا معايا بأنه اكتبنا واحد المساج الذي فيه رعا ما زالت لتسويع و 36 دقيقة لكي أن الحصة تلتحق إذن ما علينا سوى أنه على الساعة التاسعة لتحقه ونضيله للانش كلاس ويمكن لنا أننا ندخلوا الموقع ديال أو الأقصى بالإفتراضية اللي من خلالها ممكن أننا نتواصل مع الأساتذة بشكل مباشير لمزيد من الأسئلة والاستفسارات يمكنكم تواصل معنا عبر صفحة فورباك على الفيسبوك أو عبر فورباك دوت نيت وشكرا لكم موسيقى